سلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو النهاردة بقى مفيد جدا جدا لكل الامهات وسواء ستات بيوت او موظفات الامهات بقى المطحونة لكل يوم تقف في المطبخ تحضر الاكل واولهم يعني او اولكم انا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات متنوعة كده من الفراخ واللحوم وهنعمل صواني وهنعمل حاجات متبلة للشاوي وللالي وصفات كتير جدا وهنعمل كمان الحواوش نحشيف الارغفة ونشيله في الفريزر كل ده هنعرفه ازاي وهقول لكم كمان على كل حاجة بعد التفريز هتستوي ازاي وان شاء الله كمان الحاجات اللي فرستها معاكم في الفيديو ده هتشوفوها معايا وانا بسويها في فيديوهات يعني روتين جاية هنسويها مع بعض بقى في وجبات الغداء وكده اه فيديو مفيد جدا وهيعجبكوا اقوى وان شاء الله في افكار كتير حلوة اه طبعا كلنا بنتمنى ان يبقى عندنا كده حاجات سهلة في الفريزر توفر علينا الوقت بتاع كل يوم وتبقى حاجة عندنا كده ما تاخدش اي وقت نسويها على طول اه فيديو متنوع وهيجبكوا اقوى اقوى ان شاء الله متنسوش بقى تحطوا لايكات كتير اقوى 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 يلا بينا نبدأ الفيديو وهنبدأ بسم الله وهنشوف الوصفات اللي هنعملها باللحمة المفرومة وبعد كده هنشوف وصفات الدجاج اول حاجة هنعصج اللحمة طبعا اللي هي استخدامك كتير جدا مفيش غينة عنها في وصفات كتير اه معاي هنا مادة دهنية وفيها بصلتين كده كبار ومعاهم قرنين فلفل حار وقلبتهم كده على النار لغاية ما البصلة دبلت بعد كده نزلت عليهم بكيلو لحمة مفرومة ورشة فلفل اسود كده تدي ريحة حلوة للحمة ويبتتشوح ولما لونها بيغير بالشكل ده بابدأ بقى تابلها بالملح والفلفل الاسود وكمان معلقة صغيرة من بهارات اللحمة ويبقى قلب كده لغاية ما اللحمة تتعصج معنا وميتها تنشف خالص وبتكون جاهزة اه لما بتجهز كده انا عايزة يعني اقسمها على نصين هاخد نصها اه اشيله كده كلحمة متعصجة طبعا لاستخدامات كتير في الفريزر يكون جاهز معايا والنص التاني هعمل به صنية مكارونا بالبشامل وهنشيلها برضو في الفريزر هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي اه اول حاجة طلعت اللحمة كده على طبق علشان تبرد شوية وبعد كده اعب بها في العلاء بالبلاستيك اللي هتشوفوها معايا بخزن فيها حاجات كتير في الفريزر اه والنص التاني عشان هستخدمه للمكارونا البشامل اللي دفت عليه طماطمتين كده مبشورين واسيبهم يتسبكوا مع بعض لغاية ما تجهز الحشوة بتاعت المكارونا وكمان حضرت البشامل اللي هو عملته معاكم كتير اه وكده حكت اللحمة قصدي حكت المكارونا البشامل اللي بتكون جاهزة كمان سلقت المكارونا بتاعتها القلم وكل مكوناتها خلاص جاهزة معنا دلوقتي بقى هنطبق صنية المكارونا ازاي هاجيب كل المكونات كده قدامي وهعمل بقى الصنية النهاردة في القلب الفويل الجاهز ده بيكون خفيف وسهل في التخزين ويطلع يدخل الفرن على طول ما فوش اي مشكلة ساعات ما نحتاج نسوي المكارونا بتاعتنا معايا بقى المكارونا بضيف لها آآ كبشتين كده من البشامل وبقلبهم مع بعض ممكن تعملوا آآ الصواني برضو اللي هنشيلها في الفريزر اللي هنعملها مع بعض النهاردة ممكن تعملوه في آآ يعني في صواني البيت العادية صواني الامونيوم عادية وساعة كنت بعمل والله في البايريكس واشيله في الفريزر بس طبعا ده في شك عشان لو في ناس عندها نوع ما يستحملش من البارد للسخن يطاق يعمل فاحنا كده خلينا في الامان بجيب لما بحب اعمل صواني واشيلها في الفريزر بجيب اطباق الفويل الجاهزة ده آآ قصدي قالي بالفويل الجاهز ده وده اكبر مقاسي الاولي بدي فيها مقاسات مختلفة انا بجيب اكبر مقاسي اللي بعمله في الصواني آآ وبحطه يعني في الفريزر ما بجرلوش اي حاجة وهي الحاجة مجمدة تدخليها على الفرن بدون اي خوف يعني ولا قلق من انها يجرى لها حاجة. آآ طبعا رسية المقارونة بالبشاميل اللي بالطريقة اللي احنا عارفينها طبقة من المقارونة طبقة من الحشوة اللي احمل مفرومة بعد كده طبقة من المقارونة تاني وبعد كده بضيف طبقة البشاميل الاخيرة فوق الوش وبسويها وبزبطها وكده الصينية جاهزة معنا ما بضيفش الحاجة اللي هنحطها فوق الوش الا لما اطلها ان شاء الله واحتاج احطها في الفرن اطلها كده بتبقى مجمدة وعادي جدا بروح رش عليها من فوق سواء اللحمة قصد جبنة المبشورة او قطع الزبدة التي اديها لون حلو من فوق ودخل على الفرن على طول وبيكون الاوليب دي معها غطى هستنى بس لما تبرد تماما عشان هي الوقت البشاميل سخن والمقارونة سخنة وكده لما تهدى تماما هغطيها وشيلها على الفريزة دلوقتي تاني وصفة من اللحمة المفرومة عامل حواوش معي هي نصف كيلو من الحواوش دفت له بسالتين كده مبشورين ناعم وقارنين فلفل حار وهتبله بالملح والفلفل الاسود وبهارات لحمة وقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا جدا وبعد كده هحش الحواوش بقى في الارغفة العش البلد بتاعنا الجميل ده فتحة كده الرغيف عاملاله فتحة وهحش اللحمة على طول اه وهحشي يعني سليم لو الرغيف كبير من الحجم الكبير عن كده بقسيمه نصين وبعمله انصف كده ده عشان رغيف صغير هحشي كامل كده هحشي بقى كل رغيف كده بالشكل ده لغاية ما خلص كمية اللحمة اللي معايا وما تستغربوش بقى من الحواوش ازاي هنحشيه ونشيله آآ بيبقى جميل جدا جدا وجربوا الطريقة دي مش طريقتي بصراحة يا فكرة اختي عرفتها منها بتعملها كده على طول وبتشيله ارغفة جهزة وتطلع تسوي على طول بيبقى جميل والفكرة عجبتني او جربتها وعشان كده قلت شاركها معاكو طالما فكرة بتنفعنا كستات بيوت نقولها البعض يعني ونستفيدن الافكار مع بعض كده حشيت النص كيلو اخد معايا ستة ارغفة او حشا معايا ستة ارغفة دلوقتي بقى هنغلفهم وشيلهم على الفريزر آآ ونغلفهم باي طريقة عايزين نحط كل تلاتة مسلا في طبق ونغلفهم بالاستريتش او نايلون الغذاء كويس جدا جدا ما نسيبش اي جزء من العش مكشوف علشان ما ينشفش من الفريزر او يتعرض يعني للتبريد مباشرة كده لازم نغلفه كويس وممكن في اي كيز بلاستيك عادي تحطوا الارغفة وتلفوها كويس وتدخلوها على الفريزر يعني اي طريقة تغلفة مش مشكلة خالص ولما بيجمد برضو الحواشي بنطلع وما بيلزقوش في بعض ولا حاجة آآ بنطلع رغيف رغيف او زي ما احنا عايزين الكمية وبنسويها على طول في ساعتها سواء في الفرن او على طاصة على البتجاز وبيطلع معانا زي ما يكون حشين ومساوين ويعني طوازة ما كانش مجمد ولا اي حاج وبعد ما عملنا الحواشي هنبدأ بقى في صفات الفراخ وعايز اقول لكم حاجة اللحمة اللي عملنا بها الحواشي تكون طازة ما تكونش مجمدة وطلعها من الفريزر تفقيها وتعمليها مسلا وتحطيها في الارغفة وتشيلها تاني في التلاجة تتجمد غلط جدا لازم تكون اللحمة طازة وتعمليها وتحطيها في الارغفة وتشيليها وتطلع تستوي بعد كده الحاجة اللحوم اللي هنشيلها يعني مش مستوية في الفريزر لازم تكون طازة ما تكونش مجمدة ونعملها ونرجع نشيلها تاني آآ معايا هنا بقى كيلو فراخ فيلم قطعة شرايح طولية بالشكل ده تبلتها بالملح والفلفل الاسود وبهارات آآ فراخ وقلبتهم كواس مع بعض دلوقتي هعمل حشوة فراخ كده آآ هتنفع في حاجات كتير آآ تحشي بيها صواني تحشي بيها فطاير تحطيها على البيت زك كده من فوق بتبقى جميلة قوي بتعمل بيها وصفات كتير انا هعمل الكيلو كله آآ وهقسمه برضو نصين نص هشيله ونص هحشي بيه صانية الجلاش اللي هنعملها مع بعض ونشيلها برضو في الفريزر هنعملها بعد شوي آآ معايا هنا مادة دهنية فيها بصالة كبيرة مبشورة ناعم نزلت عليها بالفراخ ده كيلو زي ما بقول لكم اللي تابلناها مع بعض وبقلبهم كده لغاية آآ ما لونهم يعني يبدأ يغير يعني زي زي تعصيجة كده برضو او تعصيجة للفراخ او حشوة يعني للفراخ لما لونهم بيغير بالشكل ده بكون محضرة بقى فلفل الوان متقطع مكعبات صغيرة وبضيفهم بقى على الحشوة دي وبقلبهم مع بعض كويس دي بقى هقسم آآ يعني هاخد نصها اشيله في الفريزر كحشوة كده مش هستخدمه في حاجة النهاردة آآ يتشال برضو اعمل بيه اي حاجة زي ما بقول لكم اي وصفة حشوة جلاش حشوة مكارونا حشوة فطائر ساعات ببقى عندي كده الحشوة بعمل آآ بها كريب بطلعها تفك وحشية في الكريب اي حاجة ليه استخدمات كتير جدا جدا فعشان كده بالمرة عملت كيلو النص هشيله في الفريزر والنص هستخدمه دلوقتي آآ انا سبت بقى بعد ما عصقت الفراخ دي سبت سبتها في الطاصة زي ما هي كده بردت بردت خالص لان هاخد النص التاني احشيف الجلاش لازم برضو يكون بارد عشان ما قطعش اوراق الجلاش معانا والنص التاني بشيله في علبة العلب البلاستيك دي آآ زي ما بقول لكم في اللحمة المعصاجة لازم نسيبها تبرد وبعد كده بنعبيها انا بعبيها مباشرة لاني سبت الحشوة دي تبرد تماما عشان كده عبتها لو الحاجة سخنة من على النار وخطيها وعبتيها في العلب دي العلب دي بتسيح مش بتنفع لازم نحط الحاجة فيها وهي برد دلوقتي بقى بعد ما شلت نص حشوة الفراخ هبدأ بقى اخد النص التاني واعمل به صنيت جلاش بالفراخ بتبقى جميلة جدا ولزيزة قوي قوي معايا بقى الحشوة جهزناها ومعايا لفة جلاش ومعايا مادة دهنية هنا سمنة على زيت آآ باخد برضو القلب الفويل ده زي ما اتفقنا سهل وخفيف كده في الاستعمال آآ بحط بقى اللفات الورق الجلاش كل ورقة كده بحطها وبادي اندهنة بسيطة من المادة الدهنية اللي معايا لغاية ما بوصل لنص اللفة بعد كده بحط الحشوة بقى اللي هي الفراخ اللي حضرناها مع بعض دلوقتي ولازم تكون برد زي ما بقال لك عشان ما تقطع لناش ورقة الجلاش لو هي سخنة بعد كده هضيف كده شريح زتون تدي طعم جميل او في الحشوة ولو في جبنة بقى موزاريلا كده بنضيف برضو بس انا الجبنة بصراحة خلصانة من عندي فاتبقى شوية بشاميل وانا بعمل مكارونة البشاميل من شوية فاللي اتبقوا حطيتهم على الحشوة بيدوا بقى طعم ملازيز جدا جدا وتماسك للحشوة وتراوى للحشوة زي الجبنة بالزبط جبنة بتسيح بتدينا تماسك للحشوة وتراوى برضو البشاميل نفس الطريقة وطعمه كمان بس طبعا مش بيمط بقى زي الجبنة فاحنا مش عايزين المطة في حاجة احنا عايزين الطعم والتماسك بتاع الحشوة فاستخدمت بقى البشاميل فكرة حلوة جدا يتحط في الحشوات برضو مش لازم الحشوات الملحمة مفرومة بس بعد ما خلصت بقى النص التاني من لفة الجلاش بقطعه بقى قبل ما نبدأ نفرزه او ندخله الفريزر لان لو خرج وهو مجمد مشان يعرف نقطعه بقطعه كده بالشكل اللي احنا عايزينه وبحط في الاخر سامنة وبغلفه كواس جدا وبعد كده بشيله على الفريزر على طول بنفس الطريقة اللي شيلنا بيها القلب المكارونة بشامل بعد كده معايا فرختين من اللي هم فرخ بالعضب يعني مش في ليه متقطعين على تمن قطع يعني كل فرخة تمن قطع فرخة زي ما احنا ملاحظين يعني شايلة الجلد منها دي هعملها كنتاكي بنزع الجلد خالص منها ما بسيبش الجلد وفرخة تاني تمن قطع برضو بالجلد دي هعملها تدبيلت مشوية يعني فرخة مشوية والاتنين طبعا غسلتهم كويس جدا جدا وسيبهم اتصفوا كويس بعد ما اتصفوا كمان هبدأ اخد بقى اول واحدة اللي هي منازعة منها الجلد او شايلة منها الجلد معاه في المقادير لكل فرخة علبية زبادي صغيرة بصلاية متقطعة 4 اربع متوسطة كده معلقة كبيرة توم ارني فلفل حامي وواحدة فلفل رومي اخضر ومعاه في التواب الملح وفلفل اسود وتوم بودر بصل بودر بابريكا كوركم جنزبيل من كل حاجة معلقة صغيرة زي اللي انا مسكها دي وكمان هحتاج خل دي كل المكونات بتاعة تدبيلت الفراخة كنتاكي اللي سألوني قبل كده فيديو روتين وانا بحمر معاكم فراخة كنتاكي وعايزيني التدبيلة دي بقى التدبيلة بعملها وشيلها في الفريزر وتطلع احطها في طبقة التغطية واقلي على طول بتكون لذيذة جدا جدا والتدبيلة دي بعملها على طول يعني الفراخة كنتاكي حطيت كل مكونات التدبيلة في شفشة الخلط على طول والخل وكل حاجة قلتلكوا عليها ودربتهم كويس مع بعض لغاية ما يصلوا لقوام بيبقى قوام سائل كده علشان ننقع فيه الفراخ باخد بقى الفراخة اللي طبعا منزوعة الجلد وبأكد عشان الفراخة كنتاكي لو سبناها بالجلد بتاعها وحطت لها التدبيلة دي وبعد كده في الخلطة وبعد كده بقى لها احنا ما بناكلش جلد الفراخ خالص بنشيله حتى ولو الفراخ متحمرة او مشوية او معمولة باي طريقة بنشيل جلد الفراخ لان يعني سامع انه مدر وبيبقى الهرمونات فيه ومتركزة فيه وحاجات كده فمعاود اولادي من صغروم وكلنا بناكلش جلد الفراخ ابدا اه في اي وصفة يعني فلو حطته في طبقة التغطية وحمرته وخد الطبقة المقرمشة ونيجي ناكله ونشيل الجلد احنا كده هنشيل الطبقة المقرمشة معاه فبنزع الجلد خالص عشان الطبقة المقرمشة تبقى يعني مباشرة على لحم الفرخة ونكلها مع الفرخة عادي زي ما شفنا قلبت الفرخة كده في التدبيلة كويس وعبتها بقى او حطيتها في العلبة البلاستيك دي العلب دي طبعا متوفرة دلوقتي في كل مكان بنجيب منها انا صراحة مشتريها يعني جديدة بنجيب منها دلوقتي مخبوزات وحلويات وبيحطوا فيها اجبان وحاجات كتير فانا بخسلها كويس وجففها واحتفظ بهم يعني افرز فيها في الفريزر ولها مقاسات مختلفة وحاجات مختلفة دلوقتي الفرخة التانية بعمل لها تدبيلة شاوي جميلة جدا ومميازة قوي ملح وفلفل اسود بهارات فراخ ومعلقة كبيرة صلصة طماطم مركزة معلقة كبيرة عسل اسود اه ومعلقة كبيرة كمان خل او معلقتين ومعلقتين زيت نباتي وبقلب كل التدبيلة دي مع بعض كويس جدا وبديل العسل الاسود هنا اما عسل ابيض او معلقة كبيرة سكر بس احسن نتيجة تاخدوها من العسل الاسود لو متوفر عندكم اه تحطوه وفي مع التدبيلة على فكرة معلقة صغيرة شطة بودر لو عندك اه هارسة شطة او اه صوس الشطة ممكن برضو انا مش عندي فعطيتنا على اه يعني شطة بودر بيبقى طعمها كده سويتان دي صور حراء على مع السلة على طعم لازيز جدا جدا تعتبر التدبيلة دي تدبيلة يعني اه صينية المكونات اللي فيها كده بيستخدمها في التدبيلات الصينية على طول الجنزبيل والعسل والتم والحاجات دي اللي بتاها كده كواس جدا جدا في التدبيلة بعد ما عملت لها برضو فتحت كده بالسكينة هي والفرخة كنتاكي زي ما شفنا وبرضو بعبيها في العلب دي اللي قلتلكو عليها سهلة جدا في التخزين وخفيفة في وزنها وبسيطة وزي ما بقول لكم بابقى محضرها ومجففها وبستخدمها استخدام واحد للفراخ او لحوم او اي تدبيلات ولما باجا استخدم الفراخ بقى وطلعها تفك واستخدمها برمي العلبة على طول يعني ما بخسلهاش تاني هو استخدام واحد بس بعد ما بنكون جايبين فيها جبنة او مخبوزات او حاجة بتبقى نظيفة يعني فبخسلها انا تاني وجففها استخدمها استخدام واحد ورميها على طول وهي بيبقى يعني محفوز فيها اطعيمة او بيغلفوا الاطعيمة يعني فيها فبحطها بقى في الفريزر بتكون جميلة ومرتبة وتحط العلب كده فوق بعض شكلها جميل ومرتب وخفيفة وسهلة جدا وبكتب كمان على كل علبة ودلوقتي هنعمل مع بعض بورجر الدجاج معايا هنا كيلو وفراخ فيليم تقطع مكعبات كده عشان هفرمها وبضف لها كمان عشان اعلل من قيمة الغذائية بتاعتها بضف لها كوسة مبشورة يعني حوالي كوسيتين كده متوسطين وجزرتين متوسطين بشرها مع المبشرة العادية من الناحية الوسعة العادية وكمان معلقة توم كبيرة وفي التوابل هيبقى ملح وفلفل اسود وبهرات دجاج انا اللي بعمله ايه بحط على الفراخ وهي مكعبات قبل مفرومها التوابل ملح وفلفل اسود وبهرات فراخ معلقة تبيرة زي ما قلتلكم ومعلقتين كبار كمان نشع عشان لو في ايه مياه في الخضار تمتصهم كل المكونات دي زي ما احنا شايفين كده بضفها على مكعبات الفراخ وقلبها كواس جدا اه قلتلكم على الطريقة دي قبل كده بس الاول مرة يشوفها بقى معايا يعني بعد الفراخ لحمتها نعمة جدا وبتقفش في بعض كده مش زي مش زي اللحمة فلما بنتابلها التوابل ما بتتوزعش ابدا بعد الفرم فانا اللي بعمله آآ بحط التوابل او اي مكونات تاني على الفراخ وهي مكعبات قبل الفرم بحس ان كل قطعة بتتغلف بالتوابل وبالنشا اللي انا حطاها بعد كده اجا فرومها بتتوزع التوابل على كل الفراخ اثناء الفرم ما بحتاجش اقلبها تاني بعد الفرم عشان بتكون نعمة ومتمسكة صعب جدا تخلطي معايا حاجة بعد الفرم فكمان حطيت معلقة التوم زي ما احنا شفنا والخضار كمان هو مبشور بس لازم ينعم شوية يتفرم برضو مع الفراخ بينعم اكتر من كده وشكله يعني ما يبقاش واضح قوي آآ باخد كده مكعبات الفراخ زي ما شفنا متغلفة بالتدبيلة وبالنشا وعليها الخضار وكل حاجة واي حاجة بقية في الاخر خضار توابل كل حاجة بنزلها كده عشان تنزل معانا برضو مع مع الفراخ اللي اتفرمت وانا استخدمت هنا المفرمة مفرمت اللحمة العادية لو مش متوفرة عندك ممكن كل الموضوع ده تعمليه في الكبه نفس الخطوات تروح واخده وحطه في الكبه وفارمه على طول او طحنهم يعني في الكبه مع بعض اه دلوقتي بقى لتشكيل البورجر معايا غطى برطمان اي مقاس انت عايزها مقاس البورجراية اللي انت عايزها تجيبي آآ غطى برطمان مناسب لها لو كبير او تطلع بورجراية كبيرة وسط تطلع وسط وكذا انا هنا البرطمان ده وسط يعني اعتبر آآ بجيب بقى ايه آآ عندي اكياس التلاجة اللي هي الحجم الصغير فتحاهم فتحاها كده آآ وبحطه في الغطى زي ما شفنا باخد كمية من 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 الدجاج واصبها كده في القالب ده قالب بقى طبعا اللي هنشكل به اللي هو الغطى يعني وبزبطها كده كويس وبعد كده بغلفها بالنيلون ده ما بخرجاش منه ولا حاج عشان هفرزها آآ بالطريقة دي كل بورجراية متغلف عليها بالآ بالآ بلاستيك ده عشان ساعة التسوية بنفك البلاستيك عليها بكل السهولة وبيبقى طبعا عامل عازل من كل بورجراية والتانية لما نرسهم على بعض زي ما هنشوف دلوقتي هنعمل واحدة كمان فتحة بقول لكم الاكياس الحجم الصغير فتحها كده بالمقاصة تدينا زي كتعة بلاستيك كبيرة كده لو عندك الاكياس مقاصها كبير تفتحيها وتقسميها على نصين وكل نص تستخدميه آآ في كل بورجراية باخد حجم البورجر اللي انا عايزها وازبطها في الغطع اخد بس المقاص يعني بتاعه وبعد كده بازبطها تاني من الجوانب او لو عايزت تزبيت تاني كده على ايدي بسرعة بسرعة واخد التغليفة دي اللي انا حطها فيها اللي بفها عليها بالشكل ده حيث ان كل بورجر كل واحدة بورجر تكون مغلف بجيب برضو العلب برضو صاحبتنا حبيبتنا اللي بقول لكم عليها هنفرز فيها كل حاجتنا النهاردة آآ برص بقى باخد بعد ما غلفت كل بورجراية كده برصها بقى بالنيلون وارص بقى فوق بعض عادي الطريقة دي بقى سهلة جدا ولا يلزقوا في بعض بعد التجميد ولا اي حاجة في طريقة تاني لو ما عندي كيش النيلون ده او الاكياس ومش عايزة تعمل الطريقة دي بتشكليهم وتحطيهم على صانية كده جنب بعض يتفرزوا وتجمدوا كده كل واحدة على حدة تفرديهم على صانية وبعد كده تجمعيهم وتحطيهم في كيس او في العلبة برضو دي آآ على بعض بس يكونوا تجمدوا الاول كده مش هيلزقوا في بعض انما انا بدل يعني وفرت الخطوة دي بدل ما افردهم ورصهم واجمدهم وارجع رصهم فوانا بشكل على طول بغلب في نفس الوقت وارص على طول ايه فوق بعض على طول قبل التفريز انما مش هيلزقوا بعض طالهم اغلفناهم بالبلاستيك والبورجر الجاهزة برضو بتيجي على فكرة كده الشركات بيغلفوها بالبلاستيك او يكون بينهم وراء زبدة لازم عازل قبل التفريز الكيلو عمل معايا العلبة دي والعلبة كمان الصغيرة كملت فيها وبرضو كاتبة بورجر دجاج على كل علبة بكتب المحتوى بتاعها عشان لما الحاجة تشال في الفريزر ودي كل الوصفات اللي عملناها مع بعض النهار ده وكده شكلها بعد التجميد كمان لان كل ما كنت بخلص حاجة بشيلها في الفريزر فعلى مدار اليوم بقى عبال ما خلصت كل الوصفات آآ كانوا تجمدوا ده شكل دي الكنتاكي ودي البرجر هتجمدت والفرخة المشوية والحواشي والصواني كمان المقارنة بشاميلة والجلاش تجمدوا وبصوا البورجر بعد ما تجمدت آآ دي بقى بتستخدم يعني وهي مجمدة على طول ما نسبهاش تفك ولا حاجة نفك البرجراية من البلاستيك وعلى طاصة كده على جريل على طاصة على اي حاجة على المتجاز تحط المادة الدهنية وتشويهم وبالفة انا وهي اللحمة المعصاجة كمان اهي بعد ما تجمدت اما نحتاجها اغلفتها برضو في علبة زي ما قلتلكم وبنطلعها دي بقى تفك ونشوف هنعمل بها ايه بقى نحش بها ايه يعني وطبعا الفراخ اللي هي متابلة كنتاكي والمشوية طبعا دول بنسوبهم يفكوا لاني مش ينفع وما مجمدين كده خالص وبن بتاعة الكنتاكي بنقليها بقى في طبق التغطية زي ما شفت معايا قبل كده وبرضو المشوية دي لاما بنرسها على افصانية وندخلها الفرن او بنساعت بشويها برضو على جريلا على البتجاز من فوق براحتك خالص بالطريقة يعني اللي بتحبيها وكمان الحواشية الكل رغيف ما بيلزقش في التاني يعني بتطلع كده عايزة رغيف عايزة رغيفين واهم حاجة تكون اللحمة طازة والارغيفة كمان العيش طازة تحطيهم بالطريقة دي وتطلع ازا ما انت عايزة على جريلا على البتجاز او في طاصة او ترسيهم في الفرن تدينيهم في صانية بالسمنة من فوق ومن تحت ولو على طاصة على النار تدينيهم يعني ايه من اه تديني مثلا الطاصة مادة دهنية والحواشي من فوق الرغيف برضو مادة دهنية وتغطي وتسويهم على عين البتجاز انا بسوي يعني الحواشي على عين البتجاز ما بسويهش اه في الفرن خالص وعايزة وريكو بقى كمان شكل الفريزر بقى هو مرسوس في كده الحاجة ما شاء الله شكله كده يفرح قولي لي بقى احساسكو ايه لو الفريزر كده بيبقى مليان بالوصفات الجاهزة تطلع على التسخين على طول او على التسوية على طول بصراحة فرحانة كده وحاسة ان الفريزر عمران وبالتالي بيبقى بيتك كده عمران وفي وصفات اي وقت عايزة تطلعي على طول وتسويهم على طول ما بياخدوش اي وقت وموفرين معاك وقت ومجهود يعني ممكن اما تجيب حكة الشهر مثلا الفراخ واللحوم تعملي الوصفات وتشيل زي ما انت عايزة وهنا دي يعني فوق كده بصه منظر العلب بيبقى جميل في الترتيب اوي اوي هنا الفراخ المتبلة هي فوق بعض والعلبة كمان اللي فوق البرجر وهنا اللحمة مع الصجا والعلبة اللي تحت دي بقى البرجر وهنا دي ارغفة الحواوشي وفي الجنب هنا ببقى حطة كده السنبوسة ولفة في الجلاش وتحت هنا الصواني بقى اللي عملناها البشاميل والجلاش اه وهنا دي دي ما عملتهاش معاكم في الفيديو ده طبعا اه يعني عملها كده وبسيبها في الفريزر بسويها نص تسوية وبحط عليها الحشوة على الفرن على طول زي ما اريكم كتير قبل كده. بتمنى يكون الفيديو عجبك وقليلوا رأيكم في التعليقات ولايكات كتير بقى قوي قوي يا جماعة عشان تعبت جدا في الفيديو ده ان شاء الله تستفيدوا منه ويعجبكو. وآآ وعندي افكار كتير قوي قوي لو لو جاب نسبة مشاهدة كتير واعملو له شير عشان ينتشر يا جماعة الفيديو وتشاف. آآ لو جاب نسبة مشاهدة عالي عمل لكم افكار تاني وآآ وبرضو تحضرات كده في وصفات كتير وعندي افكار كتير قوي قوي ننفيزها مع بعض ان شاء الله في فيديوهات جاية. يلا ما تنسوش اللايك ونشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد مع السلام.